السادة عضاء هيئة الشرطة الحضور الكرام اسمحوا لي في البداية ان اتوجه لكم باسمع عبارات التحية والتقدير كل عام وانتم بخير اسمحوا لي كذلك ان اتقدم بتحية اعتزاز واحترام خاصة لأسر شهداء الشرطة فليوجد ما هو اغلى من تقديم ارواح الابناء فداء للوطن وما فعلته هذه الاسر عن طيب خاطر لا يبغون جزاء ولا شكور اللي ان يكون وطنهم مرفوع الرأس شابخ القام لا يخضع لمحتل ولا يقر امام تحدي مهما بلغت صعوبته السيدات والسادة ان القدر شاء ان يكون هذا اليوم رمزا ليس فقط لعيد الشرطة وتكريما لبطلات رجالها وتطحيتهم وانما عنوانا لروح التحدي لدى الشعب المصري الذي خرج منه ابطال الشرطة ليقفوا في وجه المحتل الغاصب يوم الخامس والعشرين من يناير مولنين بالافعال وليس بالاقوال ان الموت من اجل الوطن اهوا من قبول الهزيمة والاستسلام لها شاء القدر ان يظل هذا اليوم المجيد من تاريخ مصر عنوانا على قدرة المصرية على تحدي المستحيل ذاته والوقوف امام المحن والشدائد كما الجبال لا تؤثر فيها الرياح واستمرت هذه الروح العظيمة تسري في وجدان شعبنا حتى اليوم تزويدنا بمدد لا ينقطع من القوة والصمود ليعيننا على تحديات الظهر وتقلباته فخلال السنوات الاخيرة كان الروح التحدي تلك حضور لافت في الاحداث غير المسبوقة التي شهدتها مصر واذا نظرنا بموضوعية وانصاف الى هذه السنوات لوجدنا ان قليلا من التقديرات ذهبت الى ان مصر ستعبر هذه المرحلة ستعبر هذه المرحلة الصعبة من التقلبات السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية بسلام ولكن وكما هي عادة المصريين بروح التحدي والصمود الجبارة التي يملكونها حافظوا على دولتهم وحموا بصدرهم نكتسباتهم التاريخية ورفضوا دعاوى الهدم والتدمير والفوضى ودعموا مؤسساتهم الوطنية وتحملوا بصبر وشموخ طريق الاصلاح والتطوير من اجل ان تعبر مصر مرحلة الخطر وتذبيت اركان الدولة الى مرحلة البناء وتأسيس الجمهورية الجديدة التي نعمل لتكون تجسيدا لاحلام المصريين واملهم السيدات والسادة ان بناء الدول لا سبيل له من دون الحفاظ على الامن القومي بجميع عناصره ومكوناته وكما ان الاقتصاد لا يمكن له ان ينطلق وينمو بدون بنية اساسية قوية وحديثة ومتكاملة اشتركوا في القناة